مرده نتكلم على موضوع آآ بسيط شوية آآ يعني ايه ما يعديش كده معنا العشر دقيق وهو موضوع الامانة يعني ما بيجيش كتير قوي ما بيجيش قالص تقريبا غير انك بيتيت سئل في حاجتين بس اما في الشفوي اما في وطبعا هما بيشتغلوا على نقطة الترايكاسبت فالف انك انت اصلا ما قاريتوش انت قاريت المايترال والاورطة وركزت فيه لذلك في كيسة كده ممكن تجيلك على الترايكاسبت يعني انت بقى خمسة شوية درجة فاحنا لازم نقمن نفسينا او فيه امس كيوهات آآ طبعا هبتيه اتنين امس كيوه هنقولهم دلوقتي وفي اتنين في الشفوة لو جوتهم بتاخد الفول مارك فكل حاجة يا جماعة على الاقل تاخد عنه فكرة مش مش ينفع انك تسيب الحاجة مش عارف عنها اي حاجة طبعا هنتكلم النهاردة بازن الله على الترايكاسبت فالف آآ الترايكاسبت فالف ده بيبقى موجود طبعا زي ما احنا ما بين الرايت اتريم وما بين الرايت فينتريكل واترايكاسبت آآ فالف من اسمه تراي يعني سلاسي وقاسب يعني شرفة يعني معنى كده انه هو صمام سلاسي شرفات هنتكلم النهاردة على اول حاجة في الترايكاسبت فالف اللي ترايكاسبت ستنوزيس يعني دي في في الترايكاسبت في الصمام الترايكاسبت طيب ايه لاسباب الدقيق ده طبعا احنا عفين كل حاجة روماتيك يهو برضو اقول لك روماتيك الارجين آآ وبيقول لك برضو آآ مع الميترال والاورتك فالف ديزيز طبعا لان احنا احنا بنشرح الروماتيك فيفر قلنا انها بتصيب الصمامات ولكن بتصيب اكتر حاجة صماما مايترال ثم بعد كده الصمام الاورتة ثم في الاخر خالص ممكن نسبة ضئيلة جدا ترايكاسبت فمعنى ان انا لقيت ترايكاسبت ازاي هي مع ما اثرتش على الميترال الاول ثم الاورت الاول اكيد ما اثرت على على الاتنين على يعني في الغالب هتكون ما اثرت على الاتنين لذلك هو يقول لك ايه يوجول لذلك هو لما بيجيب لك الجملة دي يوجول مع الميترال الاورتك هو ليه هدف طيب هيمو دايناميك سبال لما يحصل دي في الترايكاسبت فالفا ترايكاسبت سنوزس ايه اللي هيحصل دي نشوف معانا كده مصر شباب هنا ده 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 الناحية اليمين اليمين رايت سايت ده بقى هو المكان الماوس ده هو ترايكاسبت فالفا طيب لما يحصل استنوزس هنا لما يحصل دي هنا انا كل الدم اللي جايلي من الجسم كل الدم اللي جايلي من الجسم اهو سواء من تحت الجسم من الانفيروفينا كيفا او جاي من فوق الجسم من السوبيروفينا كيفا كل الدم ده شباب بيروح على الرايت بيروح على الرايت اتريم طيب بيروح مفروض ان هو هيعدي هيعدي من الرايت وبعد كده هيعدي من الرايت طب افرد الدم اتجمع في الرايت اتريم عشان مش عارف يعد من مش كله فيه تجمع الدم كتير هنا ايه اللي هيحصل هيحصل ان الرايت اتريم هيتضخم ولما يتضخم الرايت اتريم هيروح مرجع الدم على بقية الجسم واحنا شرحنا الحاجات دي في الهارت فيليار وانت فاهم مفروضا عاصل ايه ويرجع الدم التحت ويرجع الدم الفوق في السوبير وفي ناكيفا او يرجع الدم تحت في الانفير وفي ناكيفا تجميع الدم او يرجع الدم ده للجسم اسمه systemicычно ، وال Principel ال口 Amerikacer يعمل لك ايه مثلا في الرجل يعمل لك ايديمة يعمل لك كبا تكونجيشن في الكابد اهوبة يعملك لا اقدر انا يسمى اه في الكبد مثلا اعمل لك كبا بتكونجيشن يعملك ايه كونجيشن في اه يعمل لك اهدك صداع حاجه ديك الله عوام سو كونسنتريشن. الحاجة دي كلها اسمها سيستيميك يا جماعة. سيستيميك كونجيشن. طيب. آآ نتكلم على الرايت آآ اتريام. الرايت اتريام ههوت. هيتضخم وهيعمل لي آآ سيستيميك كونجيشن. طيب. احنا قلنا ان الكمية الدم هنا تجمع ليه. لان الدم مش عارف يعد من طيب. المعنى كده ان الدم مش دم كمية وليلة جدا نتيجة الدقيق في الصمام. هما اللي بيعدوا من وراحوا ليه فطبعا الدم بيضخ هنا في الرايت فينتريكل ويوديه على الرئتين والرئتين توصل الدم مؤكسج للليفت فينتريكل. فمعنى انه هو كان الدم اللي واصل للرايت فينتريكل وليل. فطبيعي الدم اللي هيوصل هنا في الليفت فينتريكل هيبقى برضه وليل. هيبقى بعد كده الدم اللي هينطلق في الاورطة نتيجة انقبض الليفت فينتريكل وهنتقل في الصمام الاورطة في الشرين الاورطة هيبقى وليل. فده معناه اسمه يبقى نستنتج وإحنا قلنا يعني يعني الدم اللي هيضخ عن طريق في الأورطة وراحل الجسم كله الدم ده اسمه طيب يبقى نستنتج من كل اللي هيحصل لي رقم واحد تاني حاجة هيحصل لي وهيبقى دي الهيمو دايناميك هيقول لك الهيمو دايناميك ضغط بتاع الرايت اترام هيعمل بعد كده تاني حاجة يعني يعني دكريز الدم اللي رايح للرايت فينتريكل وده نتيجة راح اقلها لك على طول وانا شرحت لك القصة ان الدم اللي ناقص الدم القليل اللي رايح للرايت فينتريكل هينتج عنه في النهاية دم قليل رايح للليفت فينتريكل فمعنى كده ان هيقل الكاردياك طيب الكلينيكال بيكشار اكيد كلينيكال بيكشار هيبقى سيمتومس بتاعت اللي هو كاردياك ورجع ليها في موضوع اللي انا شرحته اول موضوع خاص شرحته في الكاردول اللي هو الكاردولوجي اللي هو اكيد حاجات بقى بتاعت نقص الدم للجسم كله ايه الاعراض بتاعتها مش عارف صداع تركيز الضغط المنخفض الحاجات دي كلها شوف الحاجات دي كلها سيمتومس اف سيستيمي كونجيشن اللي هو الورلين بيديما وهيباتي كونجيشن وجا ايتي كونجيشن وشيستي كونجيشن الحاجات دي كلها طيب سيمتومس اف السيشيتي دايما هيذكر لك ان ترايكاسبت هيبقى معاه اعراض لصمامات اخرى لان احنا قلنا نادر او لا يحدث ان ترايكاسبت جاي لوحده اكيد معاه ميترال زاد اورتك او على الاقل واحد فيه مصاب يبقى انا عند السيمتومس اف سيشيتي دليجان زي الميترال استينوزيس هتلاقي معاه الليترال استينوزيس طيب بص بقى يا عمي مش احنا قلنا ان ممكن ييجي ترايكاسبت مصاحب مع ميترال استينوزيس اه ممكن ده ده في حالات كتير جدا الحتة بقى اللي انا ملونها لتحت دي الملحوظة هي ديت اول نقطة في الامس كيو او ديت اللي تيديك الدرجة النهائية او ديت جيلك كيسة تدوخك تدوخك الكيسة يبقى جايب فيها ميترال استينوزيس مع ميترال مع ترايكاسبت استينوزيس ازا يبقى احنا يا جماعة ترايكاسبت استينوزيس هيقلل اعراض الميترال استينوزيس الاعراض بتاعت الميترال استينوزيس هتقل جدا فيه وجود دي الملاحظة دي تخد بالك منها ان الترايكاسب استينوزس هيقلل جدا اعراض الميترالستينوزس يعني تجي لك كيسة الميترالستينوزس مش واضح نهائي مش واضح نهائي طيب ليه بقى الاعراض الميترالستينوزس بتبقى مش موجودة تقريبا في حالة وجود ترايكاسب استينوزس طيب لما نرجع تاني هيقول لك ما تيجي نفتكر كده ايه اللي كان بيسبب اعراض في الميترال استينوزس قادي هنا الصمام الميترالي والصمام الميترالي دي نتيجة الاستينوزس فالضغط هنا هيزيد جدا فالضغط اللي هيزيد فين فين هنا موجود فين في الليفت ايتريام هيروح مرجع الرئة والميترال استينوزس كده هيروح مرجع دم في الرئة فيعمل لي هيعمل لي بلمونر كونجيشن وهيعمل لي حاجات كتيرة في الرئة وزيادة ضغط الرئة صح هو ده اهم اعراض الميتراليستنوس نتيجة هذا الموضوع نتيجة ان فيه دم الزيادة دم الزيادة اتحبس في النقطة دي دم الزيادة اتحبس في النقطة دي فالدم الزيادة ده كان بيرجع على الرئة طيب افرد حصل مش احنا قلنا ان فيه نفترض ان عندك هنا ميتراليستنوس امتى نقلل وجود الاعراض دي لو قللنا الدم اللي موجود فين هنا فكده مش هيرجع على الرئة والحاجة فمش هيعمل لي بلمونري سمتمس صح طيب تتعمل ازاي دي لو موجود هنا ترايكاسبت سنوسس فالدم اللي هيعدي من الرايت اتريام لرايت فينتركل هيبقى قليل جدا فلما هيبقى قليل جدا هينقبض الرايت فينتركل وهيوديه في الرئة وهياخد اكسوجينيتد ويرجع ويرجع للليفت اتريام ولكن هيرجع بكمية ايه شباب بكمية قليلة فمعنى كده ان تقليل كمية الدم دي اللي وصلت للليفت اتريام كده مش هتعمل السمتمس بتاعة الميترالستينوس ليه لان الدم اللي هنا هيبقى قليل مش هيتجمع في الرئة لذلك نستنتج من ده ايه ان وجود الميترالستينوسس لوحده هيعمل اعراض كبيرة جدا جدا في الرئة طيب انما امتى يا ابني تختفي اعراض الميترالستينوسس لو معاه اللي ترايكاسبت استينوسس يا دكتور طب ليه يا حبيبي ترايكاسبت استينوسس هيغطي على اعراض الميترالستينوسس لان ترايكاسبت استينوسس يا دكتور هيقلل كمية الدم من الرئة اللي رايحة للليفت فينتريكل فالليفت فينتريكل هيودي دم قليل جدا للليفت اتريم فبعنى كده ان مش هيحصل كونجيشن في اللانج ومش هيحصل اعراض بتاعة الميترالستينوسس بطريقة عنيفة ولو انت حضرتك قلت هذه الاجابة انت خدت الفول مارك لذلك خد بالك يلعب في الحتة دي في كيسة يلعب في الحتة دي في امس كيو او يقولك في الشفاوة هتاخد الفول مارك باذن الله لو قلتها طيب ايه بقى يا شباب الجنرال ساينز الجنرال ساينز اول حاجة لو قردك او اوتبوت احنا قلناه لو قردك اوتبوت وسيستيمي كونجيشن اللي اتنين يبقى حاجتين لو قردك اوتبوت وسيستيمي كونجيشن ده احنا قلنا بقى اعراض نقص الكردك اوتبوت واعراض السيستيمي كونجيشن طيب تاني حاجة بقى تبص على النيك فينتز تلاقي حاجة اسمها جايانت اي ويف طبعا الكلام ده انا شرحته بالتفصيل والصورتين دي انا جايبهم من الموضوع اللي انا شرحته سابقا في موضوع الهارتفاليا ازاي ده كاترة قالك اه تبص على النيك فينز هتلاقي باولا يا جماعة النيك فينز اه اه ادي بص انت ازاي تبص على النيك فينز انت بتنايم العين على السرير بترفع السرير بتاع العين 45 درجة زي ما انت شايف وبتبص على عضلة الاستيرنو مستويت بتبص على الناحية الرأي طبعا تبص على الناحية الرأي تخلي العيني لف دماغه ناحية الشمال الستيرنو مستويت اليمين كده انقبضت اللي هي الحتة دي فبان عليها الفينز طيب وبعد كده هتبص على النيك فينز النيك فينز بتنقبض اه حوالي تلات انقبضات مع تلاتة في نفس في نفس الثانية يعني احنا غير الارتر الارتر بانقبض وريلاكس بانقبض وريلاكس انما الفين لا الفين ده بقى بيعمله حوالي تلات حرقات انقبض وطلات حرقات يعني هتلاقي كده حاجة بترتعش قدامك ودي حاجة نورمال انك تلاقيه بيرتعش قدامك لانه هيعمل حرقات كتير ست هتلاقيه بيعمل ست ايه ست حرقات ست حرقات انه هو يطلع مرة ثم ينزل تمامي بقى دي طلع ونزول ويطلع ثم ينزل ثم يطلع ثم ينزل طيب الحاجات دي اسمها حرقات جاجولار فين طيب انا اللي همني حرف الايه اول طلع واول نزل اول طلع دي اسمها حرف الايه على فكرة ايه ديت جاية من السبب الرئيسي طبعا احنا قلنا او انت حضرتك عارف ان هنا النيك فينز اللي هو جاجولار فين هيبقى على اتصال براية اتريام فهيبقى على مراية يعني يعتبر النيك فينز ديت جاجولار فين ده هو مراية الراية اتريام فاي تغيير هيحصل في الراية اتريام هيؤثر اكيد هيؤثر اكيد على الجاجولار فين اهو ادي الراية اتريام ودي مثلا اهو الجاجولار فين اللي احنا بنقيسه اهو اعتبر ان ده الجاجولار فين فافرد انك طبعا ساعة الانقباط بتاع الراية اتريام اهو دوت بينقبض الراية اتريام طب الراية اتريام بديهيا بينقبض امتى في الدايستول خلي بالك الراية اتريام بينقبض في الدايستول. إنما اللي في آآ بينقبض في السيستول. الهما اللي بينقبضوا في السيستول. على عكسهم الاتريام بينقبض في الدايستول. طيب. هينقبض فين؟ احنا قولنا هينقبض فينا يا شباب. هينقبض في الآآ الدايستول. وحضرتك بتشوف هو بقى مع اول انقباضة مع الرايت جاي انقبض عشان يود الدم في الرايد فلما بينقبض هيلاقي قدامه في الصمام ده فمعنى كده ساعة الانقباض مباشرة أثناء الانقباض بتاع الرايد اترام مباشرة هيزيد الضغط فيه جدا لأنه قدامه مقاومة قدامه دي فمعنى كده هتلاقي البتاع ده البلس هنا البلس اللي هي يعبر عن حرف البلس هنا هتلاقيه عالي جدا أو واضح جدا اهو بص يا شباب هتلاقي الاي ويف دي تعليد فوق قوي طبعا مفيش جهازة جماعة بيرسم انت بش هتشوف الاي ويف كيرف كده طالع لا انت هتشوفه بعينك يعني الكيرف ده يقولك ايه انك اول انقباضة في الانقباضات دي كلها فيه وانت بتبص بعينيك اول انقباضة هتلاقيها زايدة قوي في رقبتك طب زايدة قوي ليه لانها تعبر عن طب الاترال كونتراكشن زايد ليه او ضغط الاترام زايد ليه نتيجة انه عنده فيه مشكلة فيه الصمام عنده اه مقاومة مش عارفة عديه طيب يبقى دي تاني حاجة يا شباب يبقى الموضوع كله هتلخص في الحاجتين دول او الشفاوي ان الجايانت اي ويف اول حاجة لا خلينا اول حاجة ان البايترالستينوزس اعراضه بتقل جدا مع وجود تاني حاجة هتزيد وعرفنا بسببها ايه طيب تيجي بقى نتكلم على الدكتور هيشوف ايه بالسماعة طبعا هيلاقي حصل فيه تضخم في الرايت اتريام ليه؟ لان احنا قلنا ان الرايت اتريام هيتضخم هيتضخم نتيجة انه فيه ايه؟ فيه مشكلة هنا طيب هتلاقي بعد كده مرمر احنا ليه ليه مرمر لان احنا قلنا وقررنا ان احنا قلنا ان الرايت اتريام بينقبض في مرحلة الدايستول فهو هيلاقي في منتصف الدايستول مرمر ويشبه طبعا الميترالستينوزيس عايز توصفه هيبقى زي الميترالستينوزيس إرجع ليه بس انت هتشوفه فين بقى هتحط السماعة فين عشان تسمع الترايكاسبيد ايريا هي النقطة اللونها اخضر دي النقطة اللونها اخضر دي لو عاوز توصفها هتقول لي اسفل على شمال الاستيرنام او اسفل على شمال الاستيرنام اسمها ايه يبقى يعني النقطة دي النقطة دي تحط السماعة هنا على اسفل الاستيرنام على الناحية الشمال ملاصق لها يبقى انت حطيته على ترايكاسبيد ايريا طب الانفيستيجيشن وانكريز باي انسباريشن طبعا لان احنا قلنا قاعدة بقى يا شباب تاني قاعدة في الاستيرنام لو انت عايز تزود تزود الميرمرز وضوحا بالسماعة على الناحية الليفت فخلي العيان يعمل يعني ايه يعني يطلع يطلع زفير طيب لو احنا عايزين نخلي الاعراض تزيد في اللي من ضمنها موضوعنا نارضة خلي العيان ياخد يعني تقول له خد نفس جامد وكتم طيب عشان يبقى 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 البربرز الانفيستيجيشن بقى شباب ال اكس ري طبعا هتلاقي فيها الريت اتريام اا الارجمنت اا الايكو هتلاقي طبعا هتشوف قوي جدا هتبص عليها بالايكو هتلاقيها دا ايجنوستيك وتعرفش خاصلك وتشوف الفالف دي وعد ايه احنا كده خلصنا ان شاء الله المرة جاي نتكلم بسرعة جدا كده على اللي انا عايز استخلصه النهاردة من الموضوع حاكتين يهموني جدا فكز عليهم او لو انت مش عايز موضوع المايترالستينوز اصلا يبقى هم اللي حاكتين دول انه هو اعراض المايترال استينوزيس بتقل جدا فيه وجود المايترالترايكاسبتستينوزيس وعرفنا ليه تاني حاجة انه فيه جايانت اي ويف فيه موضوع فيه موضوع ترايكاسبتستينوزيس وده اللي يدخلني فيه موضوع مهم جدا في الشفاوي اسمه شكرا يا شباب على استماعكم وان شاء الله نحاول شير القناة على جروبات الدفعة ولايك سبسكرايك شكرا يا شكرا شكرا